لو في حاجة نورت وسط ظلام الأزمة اللي بيعيش فيها العالم فهو موضوع الغاز المصري مصر قدرت في فترة وجيزة إنه يكون لها مكان واضح في الفترة اللي فاتت خصوصاً بعد الحرب في سوق الغاز العالمي الآن يتردد اسم مصر دائماً عندما يتم الحديث عن الغاز في العالم في أوروبا في أمريكا في أي مكان في الشرق الأقصى أنت لاعب أساسي في موضوع الغاز وهذا الأمر لم يأتي صدفة يعني مش فجأة قالوا يا جماعة إحنا عايزين غاز فقال الله دي مصر هي لأ 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 الموضوع ما كانش كده أنت كنت شغال أن أنت تبقى مركز أنت عملت الأوبك بتاع الغاز أنت عملت منتدى البحر المتوسط بتاع الغاز فأنت عملت شيء موجود يوم حصلت الأزمة قالوا لو سمحت تعالوا نشوف مصر عندها إيه ونقدر نستعين بمصر مع عدد من المصادر الأخرى لتعويض أزمة الطاقة في العالم أنا لا أقول أن مصر رقم واحد ولا أقول أن مصر قادرة على تعويض كل النقص ولكن أقول أنه من ضمن الأشياء ببساطة شديدة تعرف أنك في الأونة الأخيرة تصديرك للغاز زاد مية في المية تصديرك للغاز المسال يعني الغاز اللي أنت بتسيله وده مصر عندها مكانين داخل مصر قلاعة يعني منهم مكان كان واقف خالص أنت عدت تشغيله مرة أخرى وبقى المنطقة كلها تجيب الغاز بتاعها عندك لو سمحت سيلي ده يا مصر وصدره للخارج اليومين التلاتة اللي فاتوا أنت بتشهد من زرع حصد ومن جده وجد يعني كل المجهود اللي أنت حطيته في الاكتشافات الجديدة الحقل بتاع ظهر الحقول الجديدة تطوير المواني عمل يعني إعادة تنشيط صناعة الغاز المسال كل ده لما جي العالم بقى عنده أزمة مصر أصبحت لاعب أساسي وينظر لها بشكل محترم ويمكن زي بقول لحضراتكو ربا ضرت النافعة في وسط هذه الأزمة ووسط هذا السواد يظهر نبراس أو شعلة الغاز المصري وسط العالم وخلاص بقت الناس تيجي وإحنا شفنا اليومين اللي فاتوا لاتحاد الأوروبي يجيه وقال لو سمحتم إحنا محتاجين نتعاون مع الغاز اللي موجود في المنطقة دي وحصل توقيع وحصل أشياء أهمة جدا فيجب أن نعلم أنه من ضمن الأشياء فعلا اللي حصل فيها تفارات وتعود بعض الشيء أصلا أنا حريص جدا في كلامي تعود بعض الشيء على الخسائر التي تتكبدها في مجالات أخرى يعني أنت عندك حاجات بيحصل فيها أخسارة ولكن يأتي الغاز وارتفاع سعره طبعا لأنه وصل بنتكلم على ثلاث واربع أضعاف السعر قبل الحرب وبنتكلم على عملة صعبة بنتكلم على شتا جاي الناس كلها بتحاول أنها تزبط كمياتها واحتياجاتها لأن الشتا ما بيهزرش عندهم كل هذه الأشياء أنت مستفيد استفادة كبيرة